وخصوصا أيضا المبالغ اللي تضخ في هذا المجال بالتحديد يعني فكلامك على متهمة لكن خلينا نركز على هذه النقطة بالحديث عن المبالغ والاستثمار في هذا المجال كم يملك عبدالله بن عودة اليوم من الإبل والله يشوف الإبل نشتريه نبيع اليوم أنا ما ورثت الإبل أنا ما ورثتها في غير ورثها ويبيعها ويجزيد عليها وكذا نعم ويحافظ عليها ويعززها نسميه حنا التعزيز أو أنك يعني تنقي وتشيل فيها صحي مشاكل صحية مثلا فيها حاجات بسيطة وكذا أو تجد الأفضل تحطه تطلع لي برا من المنافسة وكذا هذا فقط نعمله حنا من أجل المنافسات في المزين نعم في جمال الإبل لكن الإبل صناعة يعني القطاع كامل ليس فقط مهرلينات ومنافسات فقط لكن نرجع لموضوعنا أنا أبقى أعرف القيمة السوقية اللي يمتلكها عبدالله بن عودة اليوم أنت ليش تبي تعليمه؟ نحن وإننا نعرف يعني عادي هذا هي فيه يعني هذا الطرح يفيد يمكن أنه إحنا نستخدمه أنا أقول لك شيئا وانا تطالع بنعودة تطالع قطاع الإبل كصناعة أنا أقول لك تجارة اللحوم في العالم 50 مليار نعم نعم وللتمساح ولا هذه لكن الشركات العالمية هذه ما تستخدمها لأنها فيها شح نعم فيها قلة فتلاقيهم يصنعونها فقط البيلتس والوالتس والحاجات الخفيفة هذه لأنها لما يجي كمية كذا تصير كافية لأنه لأنه ما يبغى يفقد حتى هو استثماره مثلا أنا أجي أصوي منها شنطة نسائية وبيعها بـ 300 ألف و 200 ألف وبعدين تجي عملتي الثاني تقول ما لقيت تزعل ما عد تجي تشتري من هذه الماركة نعم لكنهم في طلب على هذا الشيء نعم يستخدموا أيضا زيت السنام في الكوزماتيكس شركات أمريكية وشركات كورية ويابانية في جميع ناحية العالم يدوروه يبحثوا عنه نعم اللتر الحليب الآن وصل إلى 20 دولار نعم يعني هو لـ 70 ريال أكلت يعني هو الأبل يعني أيضا ذكر في القرآن وزي ما تفضلت أستاذ عبدالله فوائد كتير يعني لكن أنا ما زلت يعني مصرا أنه أنت تتهرب من سؤال كم قيمة الأبل اللي مملكها أستاذ عبدالله لكن خلينا طيب خلينا نحط السؤال هذا على الجو خاص ما أنا بنجاوض طيب أقول لك شيء أبغى أعرف الآن أستاذ عبدالله تسمح لي أبغى أعرف الآن الاستثمارات اللي أنت حطيتها أو ضخيتها في هذا المجال والمردود ما نتكلم عن الرأس المال الآن خلي على جمب هذا الشيء أنت محاول أن تتشارك خلينا نتكلم عن سؤال أنت تقولي قبل شوي أنه ليش أنت فقط تتطالب بالحوكمة نعم للمعاناة أنا عانيت في هذا الشيء لأنه يجي يشتري نوادر نوادر وسلالات وتفوز كم توصل أسعار النوادر أقل ما شريت هنا 130 ألف هذه أقل 130 ألف إلى 6 مليون هذه أغلى شيء 6 مليون 6 مليون وكان قعد يرضع لسه بيبي بس أنت الآن في بعض الناس لما تجي ما تقدر بثمن يقول لك مليارين صحيح الله وبعضهم يعني يعطيك الرقم الحقيقي لكن هي ما فيه لها يعني مثلا من اللي قيم من اللي قيم هنا السؤال من اللي قيم يقول هذي بـ 500 ألف هذي بـ 100 ألف وهذي بعض هذا مفروض هذا هو الشيء اللي أنا طالب فيه عشان أنت تعرفي لما تجي أنت يصير هذا الشيء تقييم الإبل يكون موجود معروفة أسعارها معروفة أسعار السلالات والنؤذاء والألوان تختلف الألوان لإبل عندنا تقريبا الشائعة كذا 6 ألوان تقيم وتقيم السلالات حسب السلالة وحسب كذا لابد أن يكون عندنا قاعدة بيانات وجينيوم حتى نفصل الإبل السعودية الأصل والمنشع عن الإبل الأخرى اللي فيها تداخلات وهذا هيدخل في التقييم مثلا عندك ناقتين بنفس السلالة أو أخوات السلالة أخوات واحدة حققت إنجازات وكاسات أو ميداليات برضو هذا يزيد في قيمتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة